اشتركوا في القناة مع الكريمة اللي هنحضرها خطيرة تعالوا من يولا نشوف الفيديو بتاعنا وهحضروها فورا ما بتاخدش دقائق هحتاج كده كسين من الشعرية الباكستاني وهكسرهم خالص الفروميوم على قد ما تقدر يعني كسريهم وهحتاج باكيت اشتا جمر باكيت كريم كرامل وكمان احتاج كوباية كبيرة من الكريمة الخفق لكريمة السائلة وهحط كده في الخلق يعني في اللي هخلط فيه كوباية من الكريمة قريدي انا كنت عاملة حالة تاني فكمطرحها دريمويب يعني فحطيت كوباية من الكريمة وكمان هضيف الاشتا عليها وهنضيف كمان معلقتين من ايه يا ربي حليب البودرة ونص كوباية من الحليب وهضرب دول الاول بعد كده هنزل باكيت دريمويب بلاشت حط سكر انا تقبل حطيت معلقة سكر بس مو بلاشت حط سكر لاني قريدي طعم الكريمة كراميل اللي فيه سكر وهنحط كمان معلقة من اسمو ايه يا ربي زبدة اللوتس فقا فيها سكر فلما حطيت معلقة سكر روحت يعني كسر الحلة باربع مكعبات كده جبنة كيري تمام؟ فأنت فيك تحط الجبنة كيري ولو طيدي في سكر بس كده هنزل باكيت الكريم كراميل وهضربهم كويس قوي بقت كده الكريمة عندي جاهزة فيك تقسمي الكريمة دي جزئين جزء تحطي في اللوتس وجزء تخليه ابيض وتعملها طبقات وفيك تعملها دا ما انا ما هحضر دلوقتي كده هكسر الجسمة الباكستانية شعرية بعد كده هضيف نصر كمية وكده وهكذا طبقات يعني بعد كده هجيب كريمة اللوتس او زبدة اللوتس هسيحها شوية في الماكرويف واضفها على الكريمة نفسها تقدري تعمليها في كسات تبقى طبقات كده او في بايركس كامل وتقطعوا منه او في طبق جميل زي الامر دا لو انتي هتديه دي حد بقى تبقى شكله راقي انا حطيت هنا حوالي يعني زبدة اللوتس محترمة حطيت شوية محترمين يعني حوالي مثلا قول كباية كده من اللوتس تمام؟ وهتضربيها ضربة كويسة تقلت معي فخففت بمية كل ما هيها بتيجي الى كده خفيفة بمية عايزها كريمة طرية شوية عشان ما تيجي تحطيها طبقات يعني بس كده بقت جاهزة معي خلاص هبدأ ان انا اضيفها على فوق الكنافة الكنافة او الشعرية الباكستاني هضيفها كده وبعدين هضيف شوية تاني من الشعرية واوز عليها عين جمل وشوية من اللوتس دايركت من البرطمون تمام؟ وبقت كده معي جاهزة طعامها يا جماعة خطيرة هعمل طبعا بردك الكبيات بنفس الترتيب دي بنفس الترتيب طبقة وطبقة وطبقة وهكذا جميلة يا جماعة جدا جدا وطعامها حرفيا خطير جربوها هتعجبكم قوي سيبوها تبرد في التلاجة كويس وقدموها بعد الفطار طعامها حلو حلو يعني بصوا كنافة بشكل جديد او كنافة بطبقات برده كده سرسع على القلب يعني شكلوه تقدروا تجيبوا الكنافة وتحمصوها بالزبدة وتمشوا معي بقيت الخطوات بالمنظر دا ما تنسوش بقيت جماعة على اليوتيوب والفيسبوك باسم عران العبودي واستودعكم الله لازي لا تضيع ودائعه وهسيب لكم في تحت الفيديو في الديسكريبشن وبالنسبة للفيسبوك في اول تعليق مثبت المقادير بالكامل ان شاء الله السلام عليكم